إذن متابعين الكرام في هذا الخبر العاجل والمهم ليلة أمس كان هناك موظف في الفندق الذي قام فيه المنتخب الوطني المغربي السعداد لمواجهة منتخب البيرو في إسبانيا هذا الموظف متابعين الكرام نشأل على حسابه في الأنستغرام عبارات مسيئة عبارات سبوشت عبارات عنصرية أيضا ضد المغاربة ضد المنتخب المغربي وضد الإسلام أيضا نظرا إلى كون أنه كان يشغل داخل المطبخ ويقدم الصحور أو الفطور لشهر رمضان الفضيل إلى لاعبي المنتخب الوطني المغربي إذن المسألة كانت خطيرة جدا لمتابعين الكرام لأن موظف داخل المطبخ علم الله شنوك الغديدير للاعبي المنتخب الوطني المغربي الأمر الذي تطلب تدخل كبير ولكن التدخل الأول يشدر الإشارة أنه كان للمغاربة كانت حملة للمغاربة على موقع التواصل الاشتماعي ضد الفندق أولا لأنه كما تشاهدون أمامكم على الشاشة تراجع تصنيف الفندق اللي اسمته أوروستار أو شركة أوروستار الفندقية تراجع تصنيفها في مواقع الحجز الفندقي مثل البوكينغ مثلا من 4.4 كتقييم للنجوم إلى 5.5 كتقييم للنجوم هذا التراجع في تصنيف المتابعين الكرام بسبب الحملة لقام بها المغرب ضد هذه الشركة الفندقية إذن صباح اليوم تم اعتقال هذا الشخص تم اعتقال هذا الموظف من طرف السلطات الإسبانية لأن كما قلت هذه المسألة كانت خطيرة وخطيرة جدا لأنها جاءت من موظف كان يشتغل في المطبخ ديال الفندق وعلم الله شنو كان عادي يدير للعبين ديال المنتخب الوطني المغربي وهذه المسألة ما فيهاش تساهم وبالرغم من أن هذا الموظف حينما رأى على أن هناك حملة كبيرة للمغاربة خرج واعتدر في حساب آخر كان يتوسل للمغاربة اللي لا يقوم بنشر تلك التدوينة التي قام بها إلا أنه بطبيعة الحال ما كان يشرح مفاهد المسائل خصوصا حينما يتعلق الأمر به المنتخب الوطني المغربي وبمقدسات الأمة المغربية وبمقدسات المغاربة إذن تم اعتقال هذا الموظف فتحية لجميع المغاربة اللي قاموا بهذه الحملة منذ ليلة أمس لأنه كلمة نعش بسبب خطورة المسألة متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم